موسيقى لم يفلح وزير الخارجي روسي سرغي لافروف في إقناع نظره السعودي عادل الجبير ثلاثاء بتشكيل تحالف يضم الأسد حليفة موسكو لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على مساحات واسعة من شمال سوريا وشرقها وقال الجبير إن موقف الرياض هو ضرورة تنحي الأسد مع أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية واعتبر المسؤول السعودي أن رئيس السوري هو أحد الأسباب الرئيسية وراء ظهور الدولة الإسلامية وأدان الدمشق هذه التعليقات في بيان رسمي حليف آخر للأسد هو طهرون أرسلت وزير خارجيتها جواد ضريف إلى لبنان الثلاثاء حاملا خطة جديدة لحل الأزمة وقالت متحدثة باسم الخارجية إنه سيتم الكشف عن تفاصيل الخطة بعد لقاء المسؤول مع الحكومة السورية التي يزورها الأربعاء وشددت المتحدثة على أن الجمهورية الإسلامية تعتقد منذ البداية أن الأزمة السورية ليس لها حل عسكري ويجب حلها من خلال الوسائل الدبلوماسية بناء على الحوار والاتفاق وميدانيا قالت مصدر قريبة من المفاوضات في وقت مبكر الأربعاء إنه جرى الاتفاق على وقف لإطلاق النار لمدة يومين بين قوات المعارضة السورية من جهة والجيش السوري وحزب الله اللبناني من جهة أخرى في مدينة الزبداني الخضع على سيطرة المعارضة وقريتين شيعيتين في محافظة إدلب لأسباب إنسانية وتقود المفاوضات من جانب المعارضة حركة أحرار الشام الإسلامية حليفة جبهة النصر جناح تنظيم القاعدة وأقل مصدر مقرب من الحكومة إن المحادثات تجري من خلال وسيط وستمتد إلى موضوعات أخرى وتفيد الأنباء الواردة من شمال غرب سوريا بنسحب الجيش السوري الثلاثاء إلى خطوط دفاعية جديدة في منطقة لها أمية استراتيجية كبيرة سعيا لتجنب خسائر أمام المعارضة في منطقة قريبة من المشارف الشرقية للجبال التي تشكل المعقل التاريخي لطائفة العلوية التي ينتمي إليها رئيس السوري بشار الأسد جيهان لطفي رئيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر